هذا الملف يهم العصابة الإجرامية أقعت بكثير من مئة ضحية عبر جل ربع المملكة التي كانت تستعمل نصب تحت لواء شركة وهمية تقوم بتوضيف واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بطريقة إدليسية من أجل الحصول على منفعة مادية وصنع عقود عمل ووتائق مزيفة قصد استعمالها بالنصب من خلال توسط المجموعة من الزبناء من أجل إيجاد فرص العمل بدول الخاليج هذه الشركة تأسس بمدينة الريباط وكانت تحاول تستقطب مجموعة من المواطنين المبعد تبينوا على أنهم ضحايا سواء من مدينة القنيطيرة أو الدار البيضاء أو سلا أو الريباط إذن هذا المواطن مثلا كانت تقصد هذه الشركة كين شخص في استقباله تيقطرح توريه مجموعة من العقود العمل والاتفاقية لبرمها الشركة الوهمية دياله مع مجموعة من الشركة بدول الخاليج تيقطرح عليه الدولة اللي هو اختار تيقطرح عليه العمل اللي هو مناسبه في المقابل الشركة كتقول المواطن جيب ليه جوال صفر سيرة داتية وواحد المبلغ مالي هذو كل مبالغ مالية كالتراوح ما بين خمسالاف وعشرين الف درام على حسب الدولة اللي المواطن بغي يقصد أولا على حسب نوع العمل اللي المواطن تيرغب يشتغل فيه بتلك الدولة إذن هذ العملية استمرت بمدينة الريباط لمدة طويلة المواطنين بقوا تيرجعوا للشركة تيسولوها في نوصل المسلسل ديال ديال الملف ديالهم الشركة بطرق وطمأنينات وخادعة قد تتقول لهم يتسناوا واحد لمدة باللاتي كذا كذا من بعد ما كتر الضغط وكتروا الشكايات على هذيك الشركة فكرات هذيك الشركة باش تنقل عمل الإجرامي ديالها هنا بمدينة مراكوش مرة أخرى مليجوا المدينة مراكش وقعوا تاني بعدد كبير من الضحايا اللي كانوا تيجيهم من مدينة أغادير من مدينة الصورة من مدينة القلعة من مدينة بن قرير إذن هذ الشركة استمرت في العمل الإجرامي ديالها إلى حين بدو تتقاطروا شكايات على مصد صالح الشرطة القضائية سوى هنا بمدينة مراكوش أو لا بمدن أخرى في نفس الإطار تقاطرت شكايات على مجموعة من نيابات العامة على جل تراب المملكة الشرطة القضائية هنا بمدينة مراكوش نصبت كمين محكم لمتهم الرئيسي في هذا الملف وفي ظرف 48 ساعة تمكنت الشرطة القضائية هنا بمدينة مراكوش وبإشراف المباشر لنيابة العامة بالمحكمة البتدائية أولا من إلقاء القبض على هذه الشبكة الإجرامية كاملية من إنجاز خبرة على حاسوب المتعلق بالمعنى بالأمر واللي وجدت في الشرطة القضائية تقنية الفوتوشوب اللي كانت يستعمل هذه المعنى بالأمر من أجل تزوير هذه العقود العمل أيضا وجدت الشرطة القضائية مجموعة من جوازات الصفر المحجوزة في مكاتب تلك الشركة الوهمية قضاء قال كلمته في الموضوع قضت المحكمة البتدائية في بحر الأسبوع الماضي بأربع سنوات حبس النافذة في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف وثلاث سنوات في حق المتهمين تانيين وقضت بالبراءة في حق المتهم الأخير صراحة هذا الحكم كان قاسي بالنسبة للدفاع المتهمين لكن كان رادع بالنسبة لنا كدفاع المطالبين بالحق المدني ومع ذلك استئنفناه استئنفناه ولا بأنه في الشق المتعلق للتعويل المدني لم احكمت لنا محكمت لنا تحكم لماذا لدي wiggle المليون وذي تعويضض مياه ولم يكن يجب المليون الذي يعطى لماذا لا يحكمت بها المحكمة؟ هذا أولا ثانيا فيما يخذ جوازات الصفر المحكمة لا يحكمت باسترجاع جوازات الصفر وبالتالي هؤلاء المواطنين قمت بضحايا ضحايا العصابة الإجرامية التي تنصبت على مدات جوازات الصفر وضحايا تشعب المساطير الإدارية لأنه لا يستطيع استرجاع جوازات الصفر لماذا؟ لأن جوازات الصفر محجوزة فهذا الميلف هذا رأيت ما القضاء يقول فيه كلمته النهائية من جهة أخرى يحتمل أن يقصدوا المصالح الولائية الترابية سواء هنا في مراكش أو في مدن أخرى ويجبون يديروا جواز صفر جديد يقولون لهم جيب لنا جواز الصفر القديم هذا جواز الصفر القديم رأي محجوز بين طيات هذا الميلف وبالتالي مرة أخرى هؤلاء المواطنين ضحايا مرتان لهذا الميلف هذا لماذا يحصل على هذه المسألة استرجاع جواز الصفر؟ لأنه كان واحد من المجموعة التي تمكن أن تحصل على فرص العمل في دول الخليج ويخرجوا له هذه الشيرات عن طريق وكالات أو مكاتب أخرى قانونية من غير هذا المكاتب من غير هذا المكاتب الذي ينصب عليهم تمكنوا أن يحصلوا على الوثائق لكي يصفروا خصهم فقط جواز الصفر لكي يتأشرهم عليه وبالتالي لا تمكنوا أن يأخذوا جواز الصفر نظرا على هذه المسألة مناسبة لكي نشرح من أجل توعية المواطنين لأنه فعلا هناك شركات قانونية التي توفر هذه الخدمات لكن للمواطنين يقصد شركة ضروري لا يجب أن يلاحظ مع الدخلة على أن هذه الشركة معلقة النمارات بطنط يكون ظاهرة العيان تيبان ثانيا يكون عندها سجيل تجاري رقم غوجس ودو كوميكس ومن حقه يطلب الرقم سجيل تجاري وبالمناسبة وزارة العدل عن طريق البوابة الإلكترونية محاكم .ما يقدر أي مواطن يدخل لهذه المواطن محاكم .ما بوابة الإلكترونية يطبي الرقم للسجيل التجاري ويعطيه هو الشركة كينه أو لا هذه نقطة ثانيا أنه يجب أن تعطيه شركة مبالغمالي على الأقل من التي تعطيك لبون أو لفاكتور وتعطيه عنوان لتعرف هذا الشركة يجب أن يكون تصريح ضريبة و يجب أن يكون واضحة ويجب أن يعطيه فلوسه ويعطيه الشركة كينة قانونية لا تنسى تابعنا فلاشين وتأكتب الجرس لك جديد الفيديوهات من هزبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر